موسيقى قلهم ما طحت لسه النفس بي عدت محنتي وقمت على رجلي كل هيام ورجع موطن العشاق ويشي بحرب ما جيب طارية وزجن شكو تاجر قشمر الأطفال وسوى العابهم شرطة وحرامية كلمات الحبيب المبدع راد وفتيان نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وكيد حلقة خاصة من برنامج شهقة عشق حلقة وطنية بامتياز قبل فترة من الفترات واني دائما ما اقول بانه من اغلب القصائد اللي تنجح هي القصائد الحقيقية القصائد الصادقة تزامون انوية الحالة اللي نعيشها ببلدنا الحبيب هتصفح بالمواقع التواصل اني قلت مقطع حقيقي يعني تحس الشاعر اللي دي يقوله ترجمه لما يحس به هو ولما يحسون به شبابنا بهذا الظرف فشانت استحق الانتشار كمستوى الشعري أولا وكحقيقة ثانيا وكرسالة ثالثا مستمر رسالتنا اكيد بانه احنا كل انسان يطالب بحقوقه بطريقة سلمية وبطريقة هادفة ويكل انسان يطلع يقول من حقي انه عيش ايشة كريمة ضيفنا اليوم مشاعر مبدع مختلف مميز نجاحه بالفترة الاخيرة يحسد عليه اولا للموضوع ثانيا للفترة المبدع والراقي عباسمي مساء الخير حبيبي حبيبي محمد مساء الورد عليك وعلى قناة الرشيد وعلى كل الكادر وكلش اشكرك وكلش سعيد بهاي الدعوة يعني واشكرك على مشاعرك وكلامك الجميع ربي يحفظك ويسلمك كانت صادق بصراحة جدا جدا صادق كانت في وقتها يجوز الكتابة في تحتاج الهدوء خلينا نقول كلنا نعرف منها نردد البيت اللي احنا دا نكتبه ما نحتاج نسمع اي صوت على ما نقدر نسبك صح هسا احنا دا نسوالف سوالف ما الشعراء انت بوسط الزخم اللي انت تشنت به والمكان كان بصوات كلش حالية شون كتبت؟ يعني مهند بصراحة يعني دائما الناس اللي يشوفوني يسئلوني هذا السؤال شلون كتبته أنا بكل صراحة يعني بكل صدق ما اتذكر التفاصيل يعني شلون كتبتها وشلون صارت يعني اتذكر جزئيات قليلة من اللحظة اللي صارت بها هاي القصيدة أنا تتبوكتها بحالة هستيرية لأنه كان الوضع كل شي محزن يعني فمكتبت مو باللحظة اللي صورتها بيها يعني عديتها تقريبا قبل نص ساعة من اللحظة اللي صورتها بيها يعني هم هم بلفس المكان يعني مو بلحظتها بساعة هاي كتبت يعني أنا شنت بوقتها مختنق يعني من أثر الغاز اي ويعني كلش تأثرت بالغاز ببقتها يعني يمكن أكثر مرة تأثرت بها بالغاز خلال وجودي يعني بالإحتجاجات فمثل اللي فقدت الوعي جزئيا يعني لثواني ساعدون شباب شالون من المكان اللي انتشر به الغاز وودون المكان يعني تقريبا آمن فرع شوية فمن وعت على نفسي من راح الغاز من عيوني من قدرت أتنفس بقيت مصدوم مهند عباوه على المنظر الجبار اللي قدان من شجاعة الشباب إلى القمع الغير مبرر حالات الحزين الجرحة شلون يمشون يعني فقدم يعني مناظر هواي اجتمعت قدامي بهاي اللحظة فتلقائيا اجاني هنا الأبيات وشنت أنا حاس بيهن كلش وكل الناس اللي موجودين حسوا نفس إحساسي اليوم فكتبتها وصورتها زين وانتشرت هي مو عن طريق يعني زين انتشرت بالغلط يعني انتشرت بالصدفة أنا مهند دائما بكل الأحداث اللي تصير يعني أحداث الساعة أكتب يعني وأنشر من زمان تمام هاي الفيديو هذا بالذات أنا مو أنا اللي انشرت بالبداية يعني انرسل بالخطأ الصديقة كانت هي بقليب كردستان يعني تحياتنا اللي همينا الصعب ولين كان ما كنت كان ما كنت اجل الانترنيت ساعة من ثلاثة إلى أربعة أنا جنت نائم فدازلها هواي الفيديوهات من ضمن هذا بالغلط يعني راح بالتحديد فيها شايفتها وعاجبها و نشرتها ثانية ومتصلت بيه وكالة الفيديو ما أخذ الانتشار كلش واسع والفنانين اللي موجودين خارج العراق والمشاهير والإعلامين والوكالات ناشرته من أجل الانترنيت صحيح يعني شفت شفت ردود الأفعال شفت ردود الأفعال لقيت الفيديو كل الناس تردد بيه عنه بوجه كخ عليها يلتكتن رايد خاف ما تدري هذن طلقاتك تلقاهن بصدري أنا منلق ماط أحلامني بوقات أنا الكون كل يسولف بصبري أنا اللي الشغل ما عندك أروي يروح أنا القائدك ستشين تبنحري أنا اللي من يموت يموت ما خسران أنا اللي ما يفرق أن عيشت وقبري أنا اللي يندبح ويكل صباح بخير أنا الألف خنجر نابت بظهري هي حجاية وحدة وما ستصير اثنين وحسبها علي جوعان ويهدر أنا وتاج رأسك ما يصير أن نعيش لازم يموتر لو عمره لو عمره الله عمرك طويل إن شاء الله يا عباس اليوم خلينا نحك شي على عباس الشاب حلمه بوطنه حلمه شلون يعيش بوطنه وأعتقد هو هذا سبب مهم أو رئيسي هو السبب الرئيسي اللي خلي الشباب تطلع أنتش تريد؟ يعني بصراحة نحن يعني الأشياء اللي طالعين عليها كل ش بسيطة يعني نحن نريد نعيش شو أنت نتعيش؟ نريد نعيش بسرعة وأنا هذا اللي أريد وصله للناس ممكن يعني أحكيها بالتفاصيل العامة يعني أي أحكيي بالتفاصيل؟ أنا مثلا كشعب أريد سكن اللي والعائلتي أريد ضمان اجتماعي وضمان صحي أريد مساواة اجتماعية واقتصادية بين الناس أريد فرصة عمل أريد بي تحميني يعني هذ جavi مطالبنا يعني أريد بي تخلي خلي نقول يبني الشيون تخلينا أنا أشعر قيمك إنسان يعني تخلينا أشعر قيمك إنسان وما أخاف من المستقبل أريد أعرف شنه مستقبلي ما أريد أبقى أنا مجهول للمستقبل طبعا كنا خايفين من المستقبل يعني بصراحة حتى يعني أشوفوا وعي شباب خايفين من موضوع الزواج والإنجاب وكذة يعني يقول أنا ابني شلون راح يعيش يخاف يجيبه به يعني فهذا بعد موضوع كل الشبير يعني مو موضوع بسيط يعني عنده بمكان يعني ما عايش مثل الناس ما عايش مثل الناس يعني بفترة من الفترات برأيك صار أكو حلم بأنه هو واحد يعيش حاله حال الناس طبعا طبعا نحن حلمنا نعيش حالنا حال الناس نعيش حياة طبيعية يعني نحن ما رايدي القصور ولا رايدي يا أخت ولا رايدي يعني إحنا رايدينا نعيش حياة بسيطة هاي مو يعني يعني أنا من وزة نظري هاي مو مطالب ها هي حقوق هي حقوق بالفعل حقوق نحن نريد حقوقنا ما عندنا مطالب نطلعين على حق برأيك وباللي شفته باللي شفته خلينا نقول من من روحية الشباب من طريقة تفكير الشباب من وعي الشباب للمرحلة إش قد عدنا أمل بجيلنا القادم؟ أمل؟ مية بالمية الأمل كل الشبير بالجيل القادم وبصراحة يعني جوز كل الناس شافت يعني شعروا بصدمة من كمية الوعي اللي موجود عند الشباب اللي كان مضموم ومخف بالضبط يعني أنا من راحة الساحات الاحتجاج شفت كل الشباب وكل الأعمار وكل فئات المجتمع ومن بيئات مختلفة ومظاهرهم مختلفة ثقافاتهم مختلفة ثقافاتهم مختلفة وتعايشة ومنطقة صغيرة محيطة صغير خلينا نقول بكل سلمية وصارت صدق بمثال يعني أكوهو قمة الثقافة مهند وقمة الوعي هو تقبل الآخر بالضبط فأنت يعني من تروح الساحة التحرير أو الساحات الاحتجاج تشوفت كمية من تقبل قواني تقبل الآخر يعني ماكو أحد رافض أحد متقبلك مهما كنت يعني أنت مظهرك شكلك على اختلاف التوجهات والثقافات بس الهدف واحد هو إحنا هذا تقبل الآخر هذا الشي اللي إحنا نبحث عنه كآني كشاب عمري بدأ من بدأ بأحداث مأساوية وعيت على الدنيا ولا حد الآن إحنا نبحث عن تقبل الآخر وهذا الشي وجدنا عند الشباب موجود بس وين كان مضموم؟ ما نعرف يجوز ملّوا أو يجوز ما كان الهم صوت صح صح ما كان الهم صوت وما كانت مسلطة عليهم الأضواء حسا هم مقدرة وبكل بسالة وكل شجاعي طلعون ويحشون ويعبرون عن آراءهم وكل الآراء حسا ممكن يعني أي شاب موجود هناك ينتقد أي شخصية وبأسلوب راقي يعني ولا ما شفنا يعني أساليب مو حلول يعني حتى يعني يعني سواق التوكتوك مثلاً صدمونا بثقافتهم وعي والله العظيم يعني إحنا الناس اللي موجودين بالبيئة الثقافية من زمانه نعرف نعرف أن هؤلاء كلهم أصحاب شهادات واللي مصاحب شهادة مجبر وترك دراسته نعرف كلهم مثقفين وكلهم أبناء عوائل محترمة بس كانت أكون نظرة عند عامة الناس أن هؤلاء ناس ما يفتهموني إيمو اللي مخيضوا هذا المجال أنت ذي رجعتني من جلد أشتغل بشهرجة المجتمع اللي كان موجود بساطة الناس نحن كل يتشلنا حماميل على باب الله نستغل كل واحد من الموجودين عنده فكر بالباله طبعاً هذا اللي طالب هذا اللي مدارس بس هاي الحياة علمتها كل شوية هذا الوضع اللي هو بيه علمه كل شوية بالمناسبة ترى الحالة الصعبة حتى أكون صريحة يسلاح ذو حدين بس اللي أنا شفته أغلب الناس اللي مروا بحالة صعبة خلينا نقول اتجهوا باتجاه الوعي لأنه هو شاب وما ممر بمرحلة الطيش شايف هاي المرحلة اللي انت مترف فيها وشاب ومراهق لا لا هو بهاي الفترة هو شان رجل احنا ترى بالعراق عدنا من طفل الرجل ما عدنا هاي الفترة اللي هو شاب بيه المفروض بانه خلينا نقول حقوقه اكثر من واجباته احنا من وعينا لديه سبس واجبات خلينا نسترس الشعر نسترس الشعر طبعاً هاي القصيدة يعني احد اصدقائي قال لهذا كلام يجب ان يقال جيد فهي للشباب القصيدة انا كتبتها بكل بساطة وافتخر بيها يعني اه قول ثارة ثارة والنار قلوبهم ما تطفق وتحزموا للموت زلم الكلف الخوف ما جابوا عافوه بالبيت اه وبالبيت عافوها العيون التخفق دولة العليهم قالت الناس صغار دولة العليهم قالت الناس صغار اللي على الوطن ميتين حرقه ولهفه افويش يا ابو البنطر واني مشقولك شمسوه بالجند اللي وقفت بصفتك من ابقذلتك ابقذلتك هوست بالتحرير الفاسد باريس جترج المايع الموخشن عنه يقولون العطواني كنا ندار خصلة بزل الكل ما يمشي طيش وقصت الشيسوار هذا الشجاع الشالدم مبتشف يوخر الجثث ويدوره على الخضراء وما يرجع الا بداع ثم تحلف الله واكبر يا مواليد الفين مستصغريكم الف حيف وصف مثل النخل قدام عين القناص ما هزت الطلقات منكم سعفة واحد مرتد قلت له خوما تعبان عبان يقل لي لاتغرك اخدود التر يقل لي ما ناوين نرجع للبيت ما عدنا ثالث مقبرة ومستشفة هلا موش اعتباطا بالقهاوي يقعدون ثار الشباب هناك عدهم زفة ثار القهاوي صير تنسيقيات مو عاقل اللي يقول ثارة وصدفة وغاز القنابل جن علت ونعناه غاز القنابل جن علت ونعناه طيب ولو شمل مع العليشف شوفوهم المالحقوا على التجنيد حتى البشر لثم من المتعرف البتشتفة منطاست العمالاتار مهيوب ما يحتاج رتبتشتفة شوفوهم المالحقوا على التجنيد حتى البشر لثم من المتعرف البتشتفة منطاست العمالاتار مهيوب ما يحتاج رتبتشتفة هذا الغني الغني المن كل شعايش محروم الماشاف رحمة بحالته ولا رأس الشهرين ما داخل جيوب الدينار البس للتظاهر يطلع من الغرف باتر بدال أسيادهم ينحطادج وغصبا على التاريخ راح ينصف الله حبيبي الله انت واقعي واقعي عايشهم اي واقعي وهذا السبب يعني سابقا انا ممكن شنت بالسنة الكاملة ما تطلع عندي قصيدة يجوز هاي نتاج الحالة اللي شنت عايشة خلينا نقول بالثالسنوات السابقات طبعا فجرت عدك كلها بلاحظة صح 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 يعني أنا أول ما دخلت للوسط الشعر مؤند بصراحة شنت ببيئة شعرية مغلقة مو بيئة واسعة ومفتوحة وقدامك آفاق وقدامك أفكار وقدامك مفردات ممكن تدونين بقصادك وكل حرية فأخرتني يعني هواي كانت الناس من تشوفني دائما يقولوا لي وحتى الشعراء الأساتذتني يعني الأجال اللي سابقتنا من أقرالهم يقولوا لي أنت أكو بداخلك شي يعني أكو بداخلك إبداع بس قلت لك هذا البيئة الشعرية المغلقة والقاسية جدا كانت خانقتك كانت كل شي خانقتني فأني قبل يعني هي هالة ثلاث سنوات الأخيرة قدرت أتحرر يعني من عدها وقدرت يعني أكتب كل الأشياء اللي تجباها لي يعني بكل حرية وبدون تردد فساعدني هذا الشيء هذا الموضوع تري فتحناه ما يقارب من بدأ البرنامج ليس يمكن 80% من الحلقات وكل الأعراء إلا رأيين واحد يعني أذكر أكو واحد من أصدقائنا قال لا يعني بجانب النخبة كل الأعراء بالجانب الثاني اللي هو جانب طريقة الكتابة السهلة شو كتبديت تتحرر وتكتب اللي ببالك أو ما تهتم لنقد الضائقة بيا فترة تقريبا بديت أتحرر من هذا الموضوع من طلعت خارج وسط الشعر وقمت ألتقى بناس يتحب الشعر بس مو نخبوية وما مهتمة مو ذواقة هم يعني أعظم ذوقا أعظم ذوقا بتبحث عن الشي اللي يمثل مشاعرها بتبحث عن الكلام الحقيقي المباشر اللي ما يتعب يعني يريد مترجم حتى يفهم اللي هي بديت أتحرر من قمت ألتقوا يا هذول الشباب قمت أكتب أشياء أطرح عليهم وللأمانة يعني أنا أكفت مسألة عندي أنا عند أختي زغير أسمها جنات كلش علاقة بها قوية كلش أحبها ثق مهند كل قصيدة أكتبها وكل بيتها كتبها روح أسمع الجنات أخذ رأيها بي أول الناس تسمعها جنات حبتها جنات هذا هو أقول لعدي الناس راح تحبها شعرياً أنا متفاجئ أفكرياً عفواً أنا متفاجئ أنا شعرياً جز حاجياً بالكواليس الشعر واضح أنا ما يحتاج للف ودوران أنا بالنسبة لي ما أكو شعر جيد نوعاً ما هو لو شعر حلو شعر لو مو حلو أنا لا أنا أقول أكو جميل وأكو أجمل صح أعني ما أقول أكو شعر مو حلو مو حلو أي عفواً على هاي المفرد جوزة تشنت أدخم عندي بالتعبير مقصد كلامي هو لو شعر لو مو شعر صح المو حلو خل نعالزه نعالزه المو شعر نظم تحس جايدة ينظم قصيدة ودي ما بمشاعر اللي سمعت من عندك كان شعر مية بالمية يعني ما ما علي أي خلاف أنا تفاجأت أنت جاهز فكرياً بغض نظر عن الموهبة الموهبة موجودة أنت جاهز فكرياً أنت وصل لمرحلة من التفكير أو من الوعي الشعري مرحلة شعر نجيم صار له خمس سنوات تمام؟ أنا جم صف أول بحث أنت حافظ اللعبة كلها صح السؤالي شلون؟ شلون؟ يعني أنا بصراحة هي مو نرجسية ولا شيء أنا كانت صح ماكو ناس تعرفني قليلة أنا فترة من الفترات قبل أربع سنوات تقريباً شاركت في أحد المسابقات الشعرية عادي يعني أذكر شعر العراق وأخذت بيها نجم حلقة وأنا كنت أصغر واحد بالمسابقة فهذا الموضوع همنا بوقتها يعني قاموا يسمون الناس مني شوفوني هذا الشعر عباس أطلقت علي صفة الشعر فبذاك الوقت يعني ما عرفت أتعامل وي الحدث بصورة صحيحة لأنه كنت يعني شوية طايش ومراه هذا شيء مستغرب لأني ماكوحد تجي فرصة مرتين بعد هو الإبداع جامع اي ذيتش هاي التجربة كلش خدمتني وراها أنا يعني كاسر ماتعاملت إياها صح؟ ماتعاملت إياها صح أبداً يعني لو متعامل إياها صح كان فعلاً أنا نجم صار لي كم سنة بالوسط الشعري أنت ما تتحس القدر دي يقول لك أنت شاعر لا تروح بعيد والله عنده هذا الإحساس بصراح حساً من قلت لي ماكو واحد تجي الفرصة مرتين مستحيل مستحيل أنا باردا عليك طبعاً فرستين بـ أربع سنوات أنت القدر جاي يجيك وجه بوجه جاي يقول لك أنا أريدك تختص بهذا المجار أنت شاعر فأتمنى أمنية شخصية هذه بأنه هالمرة تكون مجد أكثر هالمرة أنا راح أحاول بكل جهدي يعني أنه أحافظ على هذا الاشي اللي صار عندي الاسم اللي صار عندي وأطور والتو بقع لا سبتر وكو شكو واحد شاعر هذا صفة الإحمال أنا هذا واني لازم نتفق عليه أنا عندي هاي الصفة دبل مستحيل توصل الإحمالي الإحمالي طبعاً هذا شيء مطيب خلينا نسمع شيء وطني بما أنه بعدنا بهذه الدارة وبعدين إن شاء الله نشوف عباس المحضر يسمعون قبل لا يطفح الكيل وقبل لا ينفذ صبرنا يسمعون ما نريد بيوتكم وفلوسكم وقصوركم ردنا وطني الريد ناخذ حقنا منكم ليش ما تنطونا حقنا الريد ناخذ حقنا منكم ليش ما تنطونا حقنا وذا ما تنطونا حقنا ننتفض ونجيب حقنا جرحونا 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 نحن مو بس من جرحنا يسيل دم ويا كل أول شهر تندق البوب على الإجار يسيل دم الله جرحونا نحن مو بس من جرحنا يسيل دم ويا كل أول شهر تندق البوب على الإجار يسيل دم ويا كل حسرة طفل جوعان نام يسيل دم أقبال كل صورة شهيد يسيل دم أقبال كل شجرة تموت يسيل دم أربع وعشرين ساعة يسيل دم الله أحلامنا كل ش بسيط لو تعرفونا ش نريد نريد شامعة فرح للعريس مش علمون خلص شموعنا لقبر الشهيد الله أحلامنا كل ش بسيط لو تعرفونا ش نريد نريد شمعة فرح للعريس مش علمون خلص شموعنا لقبر الشهيد نريد من نصح الصبح فيروز نسمع مون عاوم الشهيد أنا طالع حتى شوف الناس تضحر والورد مال الشوارع أنا طالع حتى نام وما تفزز نوم تصوات المدافع أنا طالع حتى من تكبر أطفالي حتى من تكبر أطفالي تعدد ورود الحدايق ما أريد أطفالي بس تقوم تحجي تعدد أنواع البنادق أنا طالع حتى شوف محبوبتي شوف محبوبتي يكشخ بحلقة مو التانيين وارد بصدر طلق وسجنونه وسجنونه والسجن مو إلا قفضان ومشان أمنين ما نمدار صبات وحواجز بالشوارع وانسجن سمعونه قبل لا يطفح الكيل وقبل لا يطفح صبر الله تسلع كواية تفاصيل بالقصيدة من ضمنها بأنه أنت تريد تخضب يعني مو بالضرورة بأنه يكون بهذا المخدرات بحلقة من حق أي شاب يحب أنه يعني يعيش حياته وحبيبته وهذا يعني من الحواجز اللي كانت عندنا كل مشهورة حاجز الشاب والفتاة مثلا بسبب الحالة المادية الضرف مؤثر حتى على الحب طبعا طبعا الواقع يفرض نفسه على الحب وعلى كل مفاصل الحياة حتى على علاقتك بعائلتك أنت ممكن عملك عندك عمل يعني أوقات طويلة يعني حتى يقلل علاقتك بعائلتك يعني يقدر يبعدك عن كل الناس المقربة عندك في حياتك الواقع فإحنا نحلم بواقع نقدر بي نعمل ونفس الوقت نقدر نطور علاقاتنا ونقدر نطور مهاراتنا يعني قلت لك نريد نعيش يعني وتريد تخطب حاليا لا مو أريد أخطب بس هو ممكن يعني هذا مو لسان حالي أنا فقط يعني فيما لو كان فيما لو كان عنده حبيبة طبعا أنا ما عنده حبيبة ماذا عاجل؟ يعني أنا جربت الحب مهند وتأذيت منه كل شو هواية وأكو موضوع يعني حتى ما أقدر أكتب عن مشاعر الحقيقية ونظرته للحب لأنه كل السوداوي أخاف واحد يسمع القصيدة اللي يكتبها ويتهثر فيها ويعطها قلتها فالطب يعني في النظر هاي كل شي تأذيت لأنه اختياري كان جدا خاطئ يعني يعني طبعا أنا طبعا تجربتين حب هنو ماريت أو كل واحدة فترة طويلة يعني مو قليلة بس بالعلاقتين بالأخير انصدمت صدمة يعني كل الشبير فشان اختيار جدا خاطئ بالشخصيتين 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 اختيار جدا خاطئ بما ان احنا اليوم قلنا حلقة خاصة بس بنفس الوقت هي هي لسان حال الشباب طبعا حتى أكون وانت طالعين هم على مودة الحوب يعني هم طالعين على مودة الحوب هم طالعين على مودة الحوب فخلينا بالله نسمع شكتبت كتبت قصيدة يعني عن احد العلاقات اللي ماريت بهم قصيدة كلش احبها الحد الآن يعني حس هت كل ما اسمعها يعني او اذكرها احس انه انا لازم بالمستقبل اختار الدقة هو طبعا نص وقصيدة النص يقول علياه يا عذرك مو قليل الصاربي على دمعات عاليت لو ادمو عم علي علي يا هيا عذرك مو قليل الصاربي على دمعات علي على دمعات علي لود مو عم علي انتي لو مجروحة مثلي وصار شكلي مثل شكلي كان كنت تشكت احسلي وما احملك ثردي علياهي يا عذرش مو قليل الصاربي علياهي يا عذرش على حلم الضاء مني لو على سهر الليالي لو على خيباء الظن القلب مني ينكسر اشتعني كلمة اعتذر هو يفتر الأمل ودار دولابة علي علياهي يا عذرش مو قليل الصاربي والقصيدة آن وياتش متحمل عذاب القد أنتشوب لياتش وبحضن مما أبرد وبغيابك لازم يغيب الفرح وياتش وغفل من شفة الضحكات تتفرهد يوم الماء أشوفك بل في دمعي فوت بكل ثانية بنزلت قبر تنعد وصوتك من نسم عشغل عقول الناس معقول العشق بيواصل لها الحد هذا اللي كان من نسمات الهوة تأذي شو بس مع صوتك صح صح ووري أشوف تجنت أقرب من خيالي وياي رغم ما أنت عني عن النجوم بعد أشوفت جنت أقرب من خيالي وياي رغم ما أنت عني من النجوم أبعد وبأصعب ظروف وبأصعب ظروف أنشغل بسوياتي وبشربة الماء يحتار وتردد ما أقدر ما أقدر أنام بيوم الزعلين لا والله جنت ما أقدر أتمتد ما أقدر أنام بيوم الزعلين لا والله جنت ما أقدر أتمدد جنت ما أقدر أتمدد وغار أغار وما قبل وياه لتضحكين وكل هذا وعلى العشاق ما أنعت اللي يحب إنسان يعرف جوه قلبه يضام وما حسيت مرة بقلبه شي الأسوأ الله بعتين بسعر بمثل ما ينباع اللي يحب مثل كفر من ينشرو ينرد كل هذا الحلف ومطيت بيه شلون وأنا ما منطبيت وضحكت استشهد ياه الغاثك ياه البايعك ياه الخاينك سئلوني كل الناس وخجل دنقت راسي وجواب تمحت ما أهتم وذا من قلبه قطعت روح تكثر هبتا ستشين من ينحد ولا أهتم وذا ما أجب بالك يوم أنا ويوم فاز غيرك أنزل وأصعد متعود عليه ومشكلة التعويد وعلى غيرك صعب بس راح أتعود الله مذاك الحزن حاسب حسابة خود لأن بعض البشر على شيئنا يتوازن وصحيح أعتاز لك بس هي حسمت لي الصباح يفرجها ربك ما ذب العاز ما بيت عليك أهواي عند جازاز إذا ينقص شتف مطيح على جناس إن شاء الله هواي غيرك إن شاء الله هواي غيرك قلبي ما جازو ما منتظر منك راح يجاز حتى الأعمى إذا فات بدرب مرتين ثالث مرة ما يحتاجك كاسم ثالث مرة إذا فات وعثر زحمة قبل ما أنجرح حضرت لي دعوه يابس جرحي خلت فيدك اللجم تتنفس وتمشي وتشابع موز وبعيوني وبعد ما نجوز لك راح لو غالي انقهض بس شي رخيصه راح ما أهتم لأن ما تستحق أهم روح وراح ترجع نادم ومذلول وقل لك دنا قتلك ودنا قتلك ما قدرت الطوب صح تبقى تعلي صوتك خاطر أسمع شي وظل ما منتبه ما أسمعك شي تبه وصيرك بال عينك وحضن اليسواك ومن الدير ضارك تمشي بس ما شلوش وصيح أصيح وتلتفت لفت الطفل لهم وذب الذنب واللوم على القسم واضحك لك وقل لك يا الله سهل الصيح بس لا تنسى بس لا تنسى عندي برقب تكذبك بسلامتك سوت لواء الساخر الشعر رياك الله مهند شكرا يعني أكو بيئة كلش عبر عني أنا الأعمل اللي فات بالدرب مرتين ثالث مرة ناجع كازي يلا إن شاء الله المرة خلتنا بتهتناجع كازي خلينا نروح الفاصل وبعدها نرجع إن شاء الله عزيزنا المشاهدين فاصل وراجعكم رجعناكم أعزيزنا المشاهدين بعد هذا الفاصل مستمرين إياكم في حلقتنا وضيفنا المبدع عباس تميمي مساء الخير مرة ثانية مساء الورد حبيبي عرفت بي أنه تمهر جداعي نعم صحيح وأنت شاعر موجود بالوسط الإعلامي إش عجب ما فكرت تسوي برنامج شاعري والله بصراحة يعني أكثر الأصدقاء من اللي يشتغلون بمؤسسات إعلامية يعني طرحوا عليها هاي الفكرة يعني قالوا أنت عندك الكارز ما ممكن تقدمه عندك القدرة على حوار الضيوف بس أنا رافض هذا الموضوع ما أريد أستهلك نفسي أستهلك وجهي بمجال غير الشعر لأنه أنا أصلاً الناس بعدها مساء مع القصاعد اللي عندي فممكن بالمستقبل بعد ما أقدم نتاة شعري أرضى عليه أحاول يعني اليوم بما أنه أنت مخرج إذاعي شن رأيك بأنه أكو شعراء ومن ضمنهم المتحدث تجهوا الموضوع التقديم وطبعاً شي حلو هذا يعني ونفرح به إحنا من نشوف الشاعر موجود كل الأشياء الإعلامية بتقديم البرامج وبالكرنفالات المهمة تحس بفرق من أنت خليناً نقول لضيفي ببرنامج المقدم ما تشاعر أو المقدم ما تشاعر طبعاً 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 لأنه يكون انسجام تلقائي بينك وبين المقدم فرح تفتهمه بسرعة ويفتهمك بسرعة وأسئلة تكون واضحة وأسئلة تقدر تجاوب عليها حكو مرات مقدمين برامج يعني ما مهتمين بالشعر فإسئلك سؤال يعني مهم من الموضوع أصلاً أنت ما تفتهم السؤال حلحكي بلطة كلش مهمة وجوز واحد ما حانتش بها قبل وعني جوز كانت مرة بيه المادة الشعرية المقدم يحاورك أسئلة كوبي بيست بكل البرامج اللي موجودة ومن تقرر شعر تحسبها للمويمك هذا الفرق بين أنه وهو أني هذا اللي يمقدم شاعر ويمقدم يشايف من مثلاً تلقى ملتهي بالعربيس ومجرد ما تروح الكاميرا من عنده وتجاة تقرر شعر يروح على موبايلة يعني هاي الحالة هذا شيء كل شيء يعني أنا ما أحبه كل شيء حسه مزعج يعني أنت قاعد تقرر الإنسان شعر إذا مشغول بالعربيس ممكن يعني عنده منتبه هو المخرج فمو مشكلة يعني هذا العمل بس ما لنشغل بقى شيئة أخرى لا محلوة يعني تحسى بس تروح الكاميرا من عنده يعني كإنما المادة اللي تتقدمها هذا كان سبب من الأسباب المهمة اللي دفعتني بأنه أقدم برنامج شعري لأنه نبات تحس الشعر الشعبي في صورة عامة بالبرامج نوعا ما مظلوم صح جوزحنا الكواليس الناس ما تذري بيها اللي احنا دي نحكي بيها تحس المقدم هو جايدة يمليلك وقت أنت جاي قدمت هذا الوقت وطلعت ما أعرفيش حالة أنا يعني ما أعرفيش حالة لأنه أنا لقاءات التلفزيونية قليلة طمام بس أشوف أنا أتابع هواي يعني أكو قصائد مرات هو مقدم البرنامج يظلمها بصراحة قصيدة حلبة وقصائد العكس يعني قصيدة بسيطة يعني ما تستحق الانتشار بس بتفاعل مقدم البرامج تأخذ مساحة يعني تب جانب بأنه شعري يقدم برنامج شعري طبعا جدا جدا من الممكن بأنه نشوفك يوم من الأيام مقدم برنامج شعري ممكن بالمستقبل بس يعني مو بالأربع سنين الجاية إذاع له تلفزيون يعني التلفزيون هو أفضل وعوجة أتوقع التلفزيون المخرج الإذاعي أحابة لو مجرد مهنة خلنا نكون صريحين بصراحة هي ممتعة يعني وانت متحس نفسك قائد مكانك أي مخرج حس نفسه يعني صاحب مسئولية ويتعلم هواي أشياء إذن قلت أنت أحس بأنه النضج الفكري اللي حجيت عليه ببداية الحلقة جزء كبير من عنده بأنه أنت بالمجال يعني إذن وجودك بالمجال الإعلامي فادك شعريا بطريقة غير مباشرة ممكن يعني أنا ما متبه على هذا الشيء ممكن أنت متبه عليه بس أنا أنا أقول لا مو مفادني فادني بالعلاقات اتعرفت على ناس يعني أفادك فكريا اليوم أنت خلي أكون صريح فكريا لا لأنه أنا مو مثلا محاور مقدم برامج حتى أعد حلقة مو هذا الحوار وشعر الله كل شي مهم شعر ببداية من ندير الكاميرا مو كل الأفكار اللي بباله ممكن أن نحكيها بصورة طبيعية أكو مو حاجز خوف وإنما أكو توتر لأنه بعد الموضوع مو مستصيغة يعني صح صح بس أنت لأنه بالوسط تمام عندك السوديو والكاميرات شيء يعني مو متعود عليه صح فهذا فادك بطريقة آخر اي صح ممكن سعين الطيب خلينا نسمع شعر بعد لا تنتظر من عند رجعة زين انت وكل شي منك راحة ودع وش مرصورتك من عين وانساك ولم الباشيته اندم عدم بعد لا تنتظر من عند رجعة انت وكل شي منك راحة ودع زين وش مرصورتك من عين وانساك ولم الباشيته اندم عدم شنت قبلك شنت قبلك الصور تلسع النار ما مصور من الماء لسع شنت قبلك الصور تلسع النار ما مصور من الماء لسع غشين غشيم غشيم وصدقت لمع الذهب بيك لان ما منتبه بسف لمع غشيم وصدقت لمع الذهب بيك لان ما منتبه بالسيف لمع شلون تريد أحبك وأعرف تخون وأعرف عندك الدمعات خدعة شلون تريد أحبك وأعرف تخون وأعرف عندك الدمعات خدعة واصبر من ضحكتك بالك بذوب وأنا انطهر من الدوب شمع شلون تريد أحبك وأعرف تخون وأعرف عندك الدمعات خدعة واصبر من ضحكتك بالك بذوب وأنا انطهر من الدوب شمع بعد لدز اللي بيدح حد مراسيب خلصك بعد ما يحتاج فزع شبيه الناس تسمع دقة المين بس كسر الخواطر ما السمع شبيه الناس تسمع دقة المين بس كسر الخواطر ما السمع جبت هاوياك صبح ولي المخنوق جبت هاوياك وقع بأثر وقع انا الطاير بين أربع حياتين انا بيا وقت بي يضيق وسع انا الطاير بين أربع حياتين انا بيا وقت بي يضيق وسع وذا تعبان بيك وبي دساقيك فلاح من يبيع زرع وراك اشمر الدني وكل شي ما ريت مو بس اشمر حجارات سبعة الله عاشي بسوين بيك انت اي والله متعزي زين سؤال هو محرج ولازم تذكر الاسم ونسأل كل الشعراء منه افضل شاعر بالعراق واحد افضل شاعر موجود حالياً رائد ابو فتيان تحياتنا لابو فتيان الحبيب نروح لكل الدول الناس تحبه وتسمع قصائد اه و اجيب الفترة الفترة كان من المساهمين الرئيسيين بانتقال الشعر الشعبي من دائرة اسمها الذاق الشعرية او النخبة الشعرية الدائرة اوسع اوسع بكثير طبعاً هو هذا الفضل اللي سوى راد ابو فتيان على الشعر يعني تسمع للراد طبعاً كل شو اسمع اكثر قصيدة تعبار راد شو والله كل قصائد احب اندوس احب قصيدة عند الفرقن واح هاي الفرقن واح استيجيبك دمئتي لو كلمتي لأس يا الله تحياتنا لو فتيان تحياتنا يا ليشعر كبير بيوم من الايام تحس او تريد استفكرو ياي بصوت عالي اريد تفكيرك الباطن ان تكون متواجد بالصف الاول لنجوم العراق شعرياً طبعاً حاطسقه في زمني لا بصراحة لا محاطسقه في زمني بس ممكن احساب بالقطوات المستقبلة زيان انت تريد احساسك شي يقول رح توصل احساسي يقول رح اوصل وهي الكلام الحلقة موجودة يعني وبالنسبة لي موضوع تحدي يعني اليوم اني اريد هذا الكلام للتوثيق يعني على مود ان شاء الله من تجي الفترة وانت بالمكان اللي انت تريده من تجي شوف هاي الحلقة ومن هسا اشكرك لانه انت انصفتني ودعيتني ببرنامجك قبل لا اكون عاني شاعر مشهور لاها عفواً انت اولاً مشهور ويعني ورد هذا الموضوع ما نقدر ننكره ثانياً انت شعرياً تستحق بغض النظر عن انه جوزاني ما كانت عندي علاقة شخصية بك قبل قبل اليوم وهي رسالة نرجع نوجه للناس مرة ثانية بانه الكاميرا تحب الاستحق صح طبع طبع وكان نرجع على موضوع واكو بصراحة موضوع هميني يعني اكو تهمة على مقدمين البرامج انه يجيب صديقة او يجيب الشخص اللي يعرفه هذا موضوع مو حقيقي يعني انا اتابع يعني اغلب البرامج الشعرية اشوفهم يجيبون الناس اللي اي شخص يثبت وجوده بالساحة يدعوه مقدمين البرامج كلهم يعني كل مقدمين البرامج انا انا متوسم بك خير وحتيان هوايه بهذا الموضوع خلينا نسمع شو محضرنا بعد من قصات طبعا لازم اقرأ قصيدة غزيل انا كلش احب الحب غزيل نعم نسمع غزيل يقول مو قلب تشن بصدر شايل جمرة مشتاق لتشن بصدر شايل جمرة مشتاق لتشن بصدر شايل جمرة كل عمر ما شايف قبل وجه العيد وكل مغربية النار بضلوع الزيت غير القلب ويات يصبر ويهيد يرفس اطلوع يريد يطلع بره مشتاق لتشن بصدر شايل جمرة ما كنت متصور اعيش مدلل متعلم انواع العذاب تحمل تقلب الدنيا الناس لما انتزعل بس انا يتعدى المزاج بنظرك الله مشتاق لتشن بلخدود الحمر بس انا يتعدى المزاج بنظر الله تقلب الدنيا الناس لما انتزعل بس انا يتعدى المزاج بنظرك من يكبر العاشك من واحد جهز راحا نحرج رزني عمم الموضوع الله يعمل انه كانت حقيقية بصراحة انا للان ما كاتب شي مو حقيقي هذا من الكتاب تعمل تشعر بحالة حب يعني اتمنى لكل التوفيق تسلم تسلم فراحة كل شوايب بلقائك اليوم بجودك من السوديو يا رب ان شاء الله كل خطوة تخطيها نجاح شكرا جزيلا عباس تسلم يا عمري انا اشكرك واشكر الكادر يعني بصراحة ما اعرف شلون يخون التعبير والله شكرا وانتزالكم وكل السعيد وكل شفرحان وهذه الحلقة يعني كل استمتعت بيها رح نتذكرها هواي هذه الحلقة ان شاء الله ونشوفها بيوم اللي انت تكون واصل المكان اللي انت تريده ان شاء الله اكيد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم اعزائنا المشاهدين تصبحون على مليون خير في امان الله اشتركوا في القناة